يا من قدم لنا في هذه اللحظات الشهنية ناصر بن عبدالله بن أحمد المسند مقدما لنا الشهنية خاطف النماسي هذا الشوط دهانينا وألف مبروك إذن مشاهدين متابعين لعزة أشواطنا في هذا الصباح متواصلة ومنطلقة شوط يليه لاخر في هذا اليوم من انطلاقات وتحديات سن الثناء إذن مشاهدين متابعين لعزة شوطنا القادم وهو الشوط الرابع الخاصي بالقعدان الثناء يوفيكم بمجريات هذا الشوط الزميل علي بن فالحة الابلوي معلقا وواصفا لهذا الشوط بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدين متابعين كرام في كل مكان أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات أحييكم في هذا اليوم الجميل أحييكم في هذا الصباح المغاير أحييكم في معارك الكبار أحييكم بتحية الإسلام الخالدة سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان من ميدان الملك عبد العزيز من هنا من هذا الكرنفال في تحديات ومنافسات ومعارك هذا الختامي الكبير ختامي مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جنات يا رب العالمين باندفاعة الذول للأصايل هناك بانطلاقة شوطنا الرابع الخاص بفئة القعدان الثنايا مسافة الثمانية كيلو مترات لتنطلق هذه الطموحات لتنطلق هذه الأمنيات المتعلقة على هذه الشعارات والأسماء كل اسما تمثل شعارات ملاكها الطامحين والطامحين بذلك الفوز وذلك الانتصار هناك نقطة غالية ونوماس غالية بالانتظار قدموا كل ما استطعتم قدموا كل ما تملكون قدموا من أجل ذلك النوماس الغالي في هذا المهرجان الغالي شوط لتحدي الطامحين انطلق السباق وحضرت هذه الأسماء المنطلقة والمعلنة لهذا الاجتماع الاجتماع الغير عادي والغير هادي إذن متابعين الكرام مقدمة الشوط والمركز الأول بداية أول المنطلقين هناك الدرع بشعار بن مرخان أبناء دولة الإمارات يتقدمون الأشقاء القادمين العانين من أجل المشاركة ومن أجل التنقيب عن ذلك الفوز وعن ذلك النماس محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الإكتبي يتصدر هذا المشهد بانطلاق الدرع هناك على الصدارة والمركز الأول النقلة والدور إلى المركز الثاني أتابع القدوم في هذه اللحظات وصل نمرود السعيد بن علي بن مبارك الرمل الإكتبي يقدم لنا نمرود على المركز الثاني في هذه اللحظات الحاضر محتلاً لمركز الوصافة القادم بكل قوة المركز الثالث المركز الرابع وصل النصر 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 الباحث عن ذلك الانتصار علي بن حمد بن بخيط المري يقدم النصر ولكن التغيير الحضور في هذه اللحظات مع دغاش عبد العزيز بن فران بن علي بن حمد المري يقدم لنا دغاش القادم المتسلل المتقدم رويداً رويداً من مركز إلى مركز يجاوز حتى المركز الثالث بينما النقل إلى المركز الخامس أتابع القدوم مع قابل القادم بشعار افهيد بن فراج بن علوش السبيعي يقدم لنا قابل الحاضر في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس هكذا هي نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة الباحثة عن ذلك الفوز وعن ذلك الانتصار الغالي في هذا في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع ياهي من أسماء قوية حضرت في هذا التحدي الكل هنا حضر بكل ما يمتلك من أسماء قوية جدا من أجل المشاركة من أجل التنقيب عن ذلك الفوز وعن ذلك النوماس هناك كل اسما في هذا الشوط صالة وجال في مختلف الميادين أسماء كبيرة مضمرين عمالقة تواجدوا من خلال هذا المهرجان ومن خلال هذا التحدي الكبير وهذا الحدث الهام إذن متابعين الكرام العودة إلى الصدارة العودة إلى بن مرخان وشعاره يحتل الصدارة شعار اعتاد على اختطاف الرموز اختطاف الانتصارات يدفع بالدرع ليستلم المركز الأول ليقوض السلطات لمصلحة يتحكم بالمسيرة هناك معه كافة الصلاحيات هو الذي يوجه الشوط بينطلاق بن مرخان وشعاره على الصدارة شعار عريق يا بن مرخان محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم الدرع بينطلاقه على الصدارة والمركز الأول هناك الدرع وكذلك نمرود حوار ثنائي منفردين عن بقية المشاركين الحوار الدائر من أجل هذا الفوز من أجل هذا الانتصار نمرود والدرع اسمين كبيرين يتنافسان على فك ارتباط الصدارة هناك بانطلاق بن مرخان وحضوره على المركز الأول نمرود على المركز الثاني يقدم لنا نمرود السعيد بن علي بن مبارك الاكتبي يقدم نمرود الحاضر في هذه اللحظات والملازم للدرع المركز الثالث في هذه الأثناء القدوم الوصول حضرة الأسماء اقتربت الشعارات هناك لترتفع وطيرة منافسة هذا الشهوط القدوم في هذه القدوم في هذه اللحظات والوصول مع دغاش القادم بكل قوة عبد العزيز بن فاران بن علي بن حمد المري يقدم دغاش قادم بكل قوة دغاش وشعار دغاش كذلك الحضور هناك مع مبلش راشد بن محمد بن حمد النابت المري يقدم لنا مبلش القادم على المركز الرابع خامس الأسماء الحضور القدوم مع قابل افهيد بن فراج بن علوش السبيعي يقدم لنا قابل على المركز الخامس يتقدم في طريق يحضر كحضور كحضور الكبار كحضور الأبطال على المركز الخامس هكذا هي نتيجتنا للمراكز الأمامية للمربع الذهبي للمراكز المتقدمة التي تبحث عن ذلك الفوز وعن ذلك النوماس الغالي العودة إلى بن مرخان لا زال هناك صامدا صمود الجبال لا زال متمسكا بزمام الأمور منطلقا محافظا على هذا الموقع المرغوب إما النوماس وإلا فلايا بن مرخان يتقدم مع الدرع ليقوي حاجز الدفاع ما بين وما بين بقية المشاركين نمرود على المركز الثاني بدأ بالمطاردة بدأ بالمضايقة هناك يقدم لنا نمرود السعيد يا سعيد من السعيد بن وماس هذا الشوط الكل هنا سعيد من خلال هذه المشاركة في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع يقدم نمرود السعيد والعلي بن مبارك الاكتبية حضر مع نمرود اقترب مع نمرود وكذلك الأسماوين ولكن نمرود 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 وكذلك الدرع الدرع ونمرود نمرود والدرع هناك ليحتدم هذا الصراع وهذا النزاع ما بين الاسمين ما بين نمرود ما بين الدرع بن مرخان وكذلك وكذلك هناك مشاهدنا الكرام بن مبارك بن مبارك وبن مرخان أبنى دولة الإمارات الأشقة يتنافسون يتنافسون يتصارعون من أجل هذا الفوز إنني أرى لائحة الكيلو متر الأخير تقترب 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 ليقترب هذا الخطر ليقترب النوماس ليقترب الانتصار الكيلو متر الأخير دقت الأجراس عند وصولنا إلى هذا الكيلو كيلو ما بعده إلا النوماس كيلو ما بعده إلا الفوز بن مرخان وبن مبارك الدرع ونمرود نمرود والدرع هناك يباعدان المسافة عن بقية المشاركين حوار دائر والعصيف الأبطان ما بين بن مرخان ما بين بن مبارك ولكن الدرع ولكن الدرع قام الشوطرس بيني هذا الشوطرس نمرود نمرود على المركز الثاني بدأ يتحرك بدأ يتقدم بدأ يجاوز من مركز إلى مركز هناك في هذه اللحظات انطلق نمرود وتحرك الدرع تحرك الدرع ولكن نمرود ولكن نمرود بدون أي أوامر تذكر يخططف نوماسي هذا الشوت ليجاوز ليغير ليحلق ليطير بنوماسي هذا الشوت مع ابناء الإمارات تحرك نمرود واقترب الدلع النوماس وين الانتصار وين السلام وين ما بين الدلع ما بين نمرود ولكن نمرود ولكن نمرود السعيد أنت السعيد أنت السعيد يا ابن مبارك على هذا الفوز الكبير والمستحق مشكور يا من قدمت لنا نمرود أبناء والإمارات الأشقاء يغادرون بنوماسي هذا الشوت المركز الثاني وصل الدلع بشعار بن مرخان حضر محمد بن سلطان بن مرخان الاكتب مع المركز الثاني المركز الثالث هونالك حضر دغاش بشعار عبد العزيز بن فاران بن علي بن حمد المري إذن تهانينا والنماس وألف مبروك إلى أبناء الإمارات الأشقاء يغادرون ويحلقون بنوماسي نمرود من كان حاضرا بطلا منتزعا مختطفا النوماس هذا الشوت السعيد بن علي بن مبارك الرمل الاكتبية تأهلنا على هذا الفوز الكبير ومستحق توقيت نمرود مشاهدين متابعين الكرام توقيت نمرود لحظة وصوله إلى خط النهاية معنى هذا الفوز والأداء الكبير 13 دقيقة 5 ثواني 16 جزء من الثانية المركز الثاني الدلع محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبية 13 دقيقة 6 ثواني 28 جزء من الثانية ثالثا وصل مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء ولد مبلش علي بن ربيع بن عبدالله الرزق العجمي حاضر على المركز الثالث 13 دقيقة 18 ثانية 18 جزء من الثانية رابعا العنيد عامل بن راشد بن سعيد آلي بريس المري خامسا مبلش راشد بن محمد بن حمد آل نابت المري تهلنا والنماس وألف مبروك للأشقاء أبناء دولة الإمارات